أجرى الرئيس عبدالفتح سيسي حوارا صحفيا مع صحيفة أساهي إحدى أكبر الصحف اليابانية وذلك على همش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الحوار الصحفي تطرق إلى العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية وخلال الحوار الصحفي أكد رئيس سيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون السنائي في مختلف المجالات مشيدا بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية كما نوه رئيس سيسي إلى التنسيق الجاري بين البلدين لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الراهنة وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والتمويل اشتركوا في القناة